السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الخميس 12 أيلول سبتمبر القمر اليوم موجود في برج القوس لغاية الساعة 22.37 دقيقة من فجر اليوم الخميس بتوقيت جرينتش ومعاديها بده ينتقل لبرج الجدي ورح يظل القمر موجود في برج الجدي لغاية الساعة 57.53 دقيقة من صباح يوم السبت القمر الآن موجود في منزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 22.37 دقيقة فجرا بتوقيت جرينتش من فجر اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد الذابح وهي منزلة للعلاج والفراق والخلاص أو الحرية القمر بما أنه لغاية ساعات الفجر بظل موجود في برج القوس معناته من ظل منشعر بالارتياح والسعادة والنشاط وممكن نلتقي بأناس أكثر سعادة وبنتعمق في شخصيتنا وبتعطينا نوع من أنواع الطاقة العالية بيتجه تفكيرنا أو بظل تفكيرنا باتجاه عالم الفلسفي والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء ومن ميل أيضا للسفر والإجازات وممارسة الرياضة والخروج في النزهات ويمكننا خلال هذا الوقت اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضنة أو التخطيط لرحلة أو الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هاي الفترة ممتازة للأعمال التجارية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة 12 و20 دقيقة بعد منتصف ليل الأربعاء على الخميس يعني بعد منتصف بعد قليل وبتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير حمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين طبعا تأثير هاي الزاوية من الآن وحتى ساعات الصباح بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي إلى القمر اللي رح يبدأ الساعة 12 و20 دقيقة بعد منتصف الليل ورح يستمر لغاية الساعة 2 و37 دقيقة فجرا بتوقيت جرينيج هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراش ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 22 و37 دقيقة فجرا القمر خلاص بنتقل وبيستقر في برج الجدي منصبح من هذا الوقت أكثر عقلانية من حكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا ومندرك أن الأمور ما رح تكون سهلة بالنسبة لألنا والبعض ممكن يكون متشائم علينا أن نعمل بجدية أكبر وأن لا نعتمد على الحضوظ يمكننا بدء عمل جديد أو شراء قطعة أثرية أو اتباع نظام غذائي ومتابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين المريخ هذه الزاوية بطيئة لها تأثير ثلاث أيام ورح تستمر كمان ثلاث أيام قادمة رح تكون هذه الزاوية ساعة 3 و 41 دقيقة صباحا اللي هي ذروتها بتوقيت جرينيش وعادة عند حدوث هذا الاتصال بسود شعور بعام بالوئام فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات مع أحبانا بتشجعنا على القيام بمبادرات بتزيد من نشاطنا الجسدي والفكري كما أنها بتمنحنا المهارة اليدوية والدقة والسرعة في أداء أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين المشتري طبعا هذه الزاوية لها تأثير سبع أيام ومستمرة سبع أيام قادمة ذروتها اليوم ساعة 10 و 52 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيش بتبدد الحضوض في أي مسعى من قوم فيه يعني ما لازم نعتمد على الحضوض نهائيا بهاي الفترة من ميل للعيش دون مستوانا ومن بذر أموالنا ومن نجذب للرهان أو للقمار أو للمضاربات المالية ممكن نتعرض بعض المشاكل مع السلطة أو مع العدالة وهذا الاتصال غالبا بيسبب مغالاة في النفقات وخسارة مالية وفشل في المشاريع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين المريخ هذه الزاوية رح تكون الساعة 10 و 56 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيش ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكم بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لإستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب عند أي انتقاد أو مواجهة تجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت بتزيد من خيالنا بتدفعنا لأقصى الحدود السلبي بالأفكار السودة وبتسبب لنا خصومات مع النساء ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم ونحاول أنه نخلد للراحة هذا التحول مضر جدا وخصوصا للصحة النفسية أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد هذه الزاوية رح تكون الساعة 11.35 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوم من ذاكرتنا ومنطقنا بتمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبرضو بصير في عنا ثقة بالنفس وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لا إلها ولكن مراجعة الطبيب إذا شعرنا بشيء غير اعتيادي فحوصات طبية أو عملية تنظير أو عمليات صغرى ما في أي مشكلة لا إلها عنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك ومفصل الورك والفقرات القطنية والعضلات القطنية أما من ساعات الفجر وما بعد يعني طيلة اليوم عنا الركبتين والمفاصل والعمود الفقري عضلات العمود الفقري والرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والتحال وجهاز جهاز التوازن إذن هذا اليوم يصلح لجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها مناسب لها عمليات التجميل الخفيفة ولكن الحقن أو الأمور اللي فيها جراحة ما بنصح فيها لأنه عند الجلد والشعر هم أكثر شيء في نوع من أنواع الحساسية اليوم لا يصلح لزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي يصلح للصبغ يعني بفضل الحنة مش الصبغ لأنه مواد كيموية والشعر أكثر حساسية يعني ما زالت تصلح للقص العلاجي ولكن برضو اليوم أنا ما بنصح بالقص العلاجي القمر بما أنه رح يستقر في برج الجدي قلو المسار القادم رح يكون يوم السبت بيبدأ الساعة سبعة وأربعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة سبعة وثلاثة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم انحسار المحدد عمره عشر أيام الساعة أحداش وثلاثة وخمسين دقيقة ظهرا نبدأ باليوم الأحداش نسبة الإضاءة سبعة وستين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذرة حتى يوم اثنين وعشرين تسعة منتحسي بنسبة أربعين في المية القمر في القوس ورح ينتقل للجدي ولنا أغلب اليوم موجود بالجدي ورح يضل بالجدي ليوم أربعطاش تسعة منتحس الآن بنسبة أربعين في المية ساعة الفجر منتحس بنسبة عشر في المية ساعة العصر سعيد بنسبة خمسة عشر في المية ساعة المساء سعيد بنسبة خمسة في المية عطارد في العذرة حتى يوم ستة وعشرين تسعة سعيد بنسبة عشر في المية الآن ساعة العصر سعيد بنسبة ثلاثين في المية ساعة المساء سعيد بنسبة خمسة في المية الزهرة في الميزان حتى يوم ثلاثة وعشرين تسعة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المريخ في السرطان حتى يوم أربع أحداش منتحس بنسبة خمسة عشر في المية المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% قرانوس في الثاور بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 10% ونبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 12-10 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن وحتى ساعات الفجر بظل في نشاط على مستوى الدراسي والسفر والاتصالات لا سيما لبعيده وبتشعروا بقوة العاطفة والتجاوب أحباكم معكم أما من ساعات الفجر وما بعد وطيلة النهار بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهمش أنك ما ترتجل المواقف والتصريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم ابتضغط عليك المسئوليات وممكن تواجه أمر صعب ومعقد فعشان هيك حاول أنك تلتزم بمسئولياتك وتعتبر فترة واعدة إذا استغلتها صح برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا من الآن وحتى ساعات الفجر بظل التركيز على الأموال المشتركة وبظل في فرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتخففوا من النفقات المتصاعدة راجع لأوراق ودقق فيها بشكل جيد أما من ساعات الفجر وما بعد بتنشطوا في مجال السفر أو الاتصالات وبيكون لكم نوع من أنواع اللقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب سفر أو تسويق أو نشر أو دراسات عليا وبتفرح لا انتصار أو لا رحلة أو لا مشاركة ناجحة يعني اتحرك على مختلف الأصعدة يوم إيجابي بالنسبة لك برج الجوزة بالنسبة لما وليد برج الجوزة طبعا من الآن وحتى ساعات الفجر القمر ما زال موجود مقابلك تماما فبتظل فترة مناسبة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ولكنها بظلها فترة سلبية وضاغطة ما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة أما من ساعات الفجر وما بعد بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أدخلوا التعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطك بصير في فرص لبعض المكاسب المالية بيطمئن بالك وبتفرح لتطور ما وتعتبر فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان من الآن وحتى ساعات الفجر أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وانتبهوا لغذاءكم وراحتكم وكونوا منظمين وأحسنوا إدارة أعمالكم وحاذروا من الجدال مع المعاونين أما من ساعات الفجر وما بعد من صب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم حافظوا على هدوءكم ما ترتجلوا الكلام ما توجهوا ملاحظة لأي شخص لأنه خصمكم اليوم قوي ما بيرحم وبتحمل لك هاي الأيام ارتباط مهم فعشان هيك بدك تحافظ على هدوء أعصابك وما تكون عدائي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد من الآن وحتى ساعات الفجر بالضل رغبتكم قوي فالتقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم وبتنفرج أسريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا أما من ساعات الفجر وما بعد بيتراكم العمل لديكم لا تهملوا صحتكم وحاذروا من التعب الصحي أو الجسدي اللي ممكن أنه يمنعك من أداء واجباتك اليومية كما يجب ممكن تظهر بعض المسائل العائلية أو الشخصية الطارئة أو تشعر بنوع من أنواع التوتر برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة من الآن وحتى ساعات الفجر بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي أو ممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية أما من ساعات الفجر وما بعد بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم بتفرح لإنفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وبتقوم بخطوة مباركة وممكن تتلقى إشارة إيجابية وتعتبر هاي فترة مناسبة لإلتقاط أنفاسك بعد العواصف برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان من الآن وحتى ساعات الفجر بتنشطوه في السفر والاتصالات وبتظل فترة مناسبة لإجتياز امتحان أو مقابلة وبإمكانك تعزيز العلاقة مع أخ أو جار وبتدعمك الحضوظ وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديها أما من ساعات الفجر وما بعد بتفضل الأجواء البيتية والعائلية لطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن يثير اضطرابك أو امتعاضك ولا تخالف القوانين واحترم المواعيد والالتزامات المهنية واهتم بعائلتك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا من الآن وحتى ساعات الفجر بيظل في فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات دعم ولكن بدك تكونوا حذرين في النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع أما من ساعات الفجر وما بعد ممكن تحقق خلالها فترة نوع من أنواع الربح وبرضو تكثر عندك الاتصالات والتنقلات وتعتبر فترة مهمة للتواصل مع المجتمع أو مع المحيط ولا اسمع صوتك وممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق ومصالحة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس من الآن وحتى ساعات الفجر فقدكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية أيضا هاي فترة بتحمل انفراج وتقدم ملموس إلى بالنسبة لألك أما من ساعات الفجر وما بعد بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم لا تغامروا بأموالكم لأنها فترة حذرة ماليا ومعنويا وما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة انت بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي من الآن وحتى ساعات الصباح القمر لغاية ساعات الفجر القمر ما زال موجود في بيت متاعبك فيجب الانتباه بشكل جيد لصحتك وعدم المبالغة في إنجاز ما لديك من عمل متراكم تهدأ وتيرتك لحد الركود وممكن تلغي بعض الأمور لا تتخذ قرارات حاسمة أما من ساعات الفجر وما بعد بتستعيد نشاطكم وحيويتكم تستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة وبتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق أيضا اليوم ممكن يكون فيه خبر صار بالنسبة لك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو من الآن وحتى ساعات الفجر حاول أنك تنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة وبوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشارك في مناسبة سعيدة أما من ساعات الفجر وما بعد ابتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة من الحضوظ وحاذروا الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة وممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك فبنصحك اعمل بشكل روتيني برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت من الآن وحتى ساعات الفجر بضل فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو اللي بيعملوا ممكن ينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تعزيز العلاقة مع رؤساكم بالعمل وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة ولكن هدئ من روعكم ما تنفعلوا ما تغامر وما تجازف وما تخالف القوانين أما من ساعات الفجر وما بعد هنا بتلتق الأصدقاء اليوم والنشاط اجتماعي عالي حول تصحيح العلاقات المتردّة وما تبقوا وحيدين فترى ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا وبتكثر الاتصالات والموعيد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء